تمكن ألاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي شمال شرقية أوكرانيا وذلك في إطار الهدنة التي تعهدت بها القوات الروسية اليوم وقال حاكم منطقة سومي ديمترو زيفيتكي إن الممر الإنساني المخصص لإجلاء السكان من المدينة مستمر في عمله اليوم كما أنه سمح لخمسة ألاف شخص بركوب حافلات من شمال شرقية المدينة كما تمكنت نحو ألف سيارة من المغادرة باتجاه مدينة بولتافا منذ أمس شكرا